اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح كل المعيدة فارغة فقدان الوزن عدم الرغبة في تناول الطعام بسبب الألم الغثيان أو القيء الانتفاخ التجشؤ الشعور بألم عند تناول بعض أنواع الأطعمة والأشربة أما تشخيص قرحة المعيدة فيتم من خلال استعراض التاريخ الطبي من قبل الطبيب إلى جانب فحوصات الدم والبراز كما يقوم الطبيب بطلب إجراء التصوير بالأشعة السينية عن طريق شرب ماء أبيض ثخين الباريوم الذي يجعل المعيدة والأمعاء الدقيقة تظهر واضحة على الأشعة السينية وقد يتم عمل تنظير بإدخال أنبوب رفيع ومضاء من خلال الفم إلى المعيدة للبحث عن وجود القرحة وتختلف طرق علاج قرحة المعيدة اعتمادا على السبب الذي أدى إلى ظهورها فقد يتم وصف بعض المضادات الحيوية إذا كان سبب قرحة المعيدة هو البكتيريا لكن بعض الأدوية التي يتم وصفها قد تترك أثارا جانبية مثل الغثيان والدوخة والصداع والإسهال انتهى الفيديو نرجو أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات ترجمة نانسي قنقر